زعيم المعارضة كمال كليكدار اغلو قال كلام خطير للغاية حول ما زعناه بالامس وهو في مؤتمر انتخابي بيستخدم ويستهدف استهداف واستخدام الفيديو للعملية الارهابية في نيوزيلندا استخدمها بشكل مثير شكل غير مبرر شكل غير مقبول شكل بيدعو لي رتاء على هذا الرجل وعقله الذي ضاع لكن احنا انتقدنا وانتقدنا ربما يفسر اننا دولة عدوة لكن عندما يخرج هذا الكلام من زعيم المعارضة التركية الوطني كمالك الاجدار اغلو هو بيقول له ايه بيقول له ايه رئيس حزب الشعب الجمهوري بيقول ان كنت بقول اردوغان ان كنت تتلذذ من هذه المشاهد فالتعرضها لأسرتك داخل القصر على مدار الساعة لو انت عجبك الكلام ده مبسوط منه بتتلذت بهذه الاصوات والدماء فالرجها لبيتك مش للشعب التركي بيقول له تاني الرئيس بيقول الرئيس راجب تاب اردوغان يخدم الارهاب من خلال عرض مشاهد المذبحة التي شهدتها نيوزيلندا خلال لقاءاته الجماهيرية ما هذا العبت الاردوغاني المستمر المستشري اللي بيحدث على مدار الساعة اردوغان بيتكلم بيقول ايه ده اردوغان وهو في المؤتمر ده في المؤتمر اللي عرض فيه اهو ده اللوحة الكبيرة الشاشة كبيرة وعرض هذا الكلام والرجل حتى كلشدار اغلو بيقول له يا اخي لو انت بتنبسل بالكلام ده بتنلدس بيشوفه في بيتك يا اخي فعلا شيء العالم كله بيمنعه وهو بيتاجر به بيقول تاني اردوغان قال كلمة خطرة جدا اردوغان بيقول كلمة خطرة جدا في المؤتمر قال ايه بيوجه نداء للغرب بيقول لهم اجدادكم اجدادكم اتوا الى هنا بعضهم عادوا على اقدامهم والبعض الاخر عادوا داخل توابيت ان كنتم ستأتون مرة اخرى عاقدين النية عينها فنحن في انتظاركم وسنستقبلكم مثل ما استقبلنا اجدادكم سنظل هنا حتى قيام الساعة ولن تتمكنوا من تحويل اسطنبول الى القسطنطينية لن نردد لن نتردد في تحويل بحر وارض قلعة الى مقبرة لهؤلاء الاعداء مثل ما فعلنا من 104 سنة اضاف اردوغان في ان الغرب يواصل اختبار صبر تركيا بيقول يختبروننا بالرسالة التي بعثوا لنا من نيوزيلندا التي تبعو 16500 كيلومتر عن تركيا نقول لهم تلقينا رسالتكم واستوعبناها وادركنا حقدكم وكراهيتكم لا تزال حية قائمة اعتقد بينفخ في حرب يتمناها ينفخ في حرب جديدة حرب بين الصليب والهلال بيستدعي من التاريخ ويقول اردوغان بانه مستعد لمواجهة حرب صليبية جديدة وبيتحدث على انه كانت اسطنبول عندما كانت الخسطنطينية بيتحدث على انها مقبرة الغزاة وانا اقول يا اخي يا اخي الا تخجل من مذابحكم التي طالت الجميع خاصة مذابح الارمن يا اخي مذابح الاكراد يا اخي مذابح التي تمت قبل صفر بارلك في المدينة المنورة ومكة المكرمة يا اخي لماذا تحاولون تزوير التاريخ تحاولون ذلك من اجل بقائكم لن تبقوا الا اذا كانت تزوير للحقائق انها من اجانوا اما شكرا لماذا هي قد اعطب قال ايها و ان